ما إن يختفي العدو المفترض وتغيب سطوة الحرب وغنائمها يتحول الحلفاء إلى خصوم ويبدأ الصراع على النفوذ وتقاسم السلطة هذا العرف السائد لدى أمراء الحرب ودول الميليشيات والعصابات والعراق اليوم أحد هذه الدول بعد زيارة الكاظم لهيئة ميليشي الحشد وتقمصه لباسهم وتسميتهم بقرة العين بدت الميليشيات منتفقة فكل مسؤول حكومي من الأعلى حتى الأدنى يأتي طالبا رضا الميليشيات ومستأمن طرفها باعتبارها القوة الأكثر نفوذا في العراق غير أن تلك القوة المزعومة تعاني أكثر من غيرها وليس كأي وقت مضى فها هو رئيس هيئة ميليشي الحشد فالح الفياض يحاول التخفيف من وطأة الصراعات الداخلية التي انتهت من فصال ما يسمى حجد العتبات فيقول الفياض أن تلك الفصائل لم تخرج من هيئة ميليشي الحشد بل أعد لها ترتيب خاصة الفياض أقر ضمنيا بممارسات الميليشيات المنفلتة فقال إن مرجعية النجف تريد من ميليشي الحشد أن تكون منضبطة ليعود ويشير إلى مقتل المهندس بأنه الحدث الذي أربك المشهد الأمريكي عقيدة الميليشيات وولاءها كانت على ما تستفها من كبرى وضعها الكثيرون على ميليشي الحشد خصوصا أن بعض زعمائها لا يخجلون علنا من إعلان تبعيتهم العقائدية والعسكرية للمرشد الإيراني علي خامنئي وحول ذلك أشار الفياض على استحياء بأنه من غير الممكن تجريد ميليشي الحشد من أيدولوجيتها وذلك تأكيد يمحو العبارات المغلفة من قبيل الولاء للعراق وما إلى ذلك تأمل الكثيرون بالكاظمي كبح جماح الميليشيات واتقاء شرها من أن تجر العراق إلى أتون الصراع الأمريكي الإيراني بيد أن خروجه الأخير مع قادة الميليشيات وتغير موقفهم يجعل من تلك الآمال مراهنة خاسرة أخرى تضاف لمن ظن خيرا بحكومات الاحتلال المتعاقبة